اشتركوا في القناة خط الدفاع البا امتيتي بيكي روبرتو خط الوسط سيرجيو بوسكت سيفارا جيتش اندرياس نيستا واللاعب اليكس فيدال خط المقدمة لويس سواريز وليونيل ميسي وايضا دخل مدرب فالنسيا مارسلينو جارسيا ترالم بتشكيل يضم كل من خوم في حراسة المرمى خط الدفاع مونتويا باوليستا فيزو وقايا خط الوسط يتكوى من الرباعي سولير وباريخو وكوكلا واندرياس خط المقدمة من اللاعبين رودريغو والارجنتيني فييتو بدأ اللقاء بافضلية كاسحة للنادي الكتالوني بممارسة الضغط العالي جدا لكل خصومه في الكامبنو وتراجع ملحوظ لنادي الخفافيش وعظم صعود لعبه للمناطق برشلونة مع تحفظ طام لعدم قبول هدف في اولى دقائق المباراة تراجع الخفافيش كان شيء تفعله معظم الأندية التي تباري برشلونة في الكامبنو مع تفعيل خاصية الخروج بالمرتدات وخير مثال لذلك مباراة ألافيش الأخيرة عندما أحرج النادي الكتالوني في عقر داره بمرتدات كانت كفيرة بأن تسلب الثلاث نقاط من أبناء الإقليم أليكس فيدال لاعب يصنف ظهير وسط أيمن يوساني تسيرجي روبرتو في العمل الدفاعي والهجومي في معظم فترات المباراة رأينا اللاعب أليكس فيدال يتحرك ناحية متوسط الملعب عند صعود اللاعب إيفارا كيتيتش لمساندة خط الهجوم ومساندة ليو ميسي وأيضا ظهور اللاعب أليكس فيدال في هذه المساحة هو لخلق التوازن الدفاعي لمنطقة وسط الملعب هناك شيء ملحوظ تبادر إلى ذهني من كيفية تحرك ميسي في الأولى الأخيرة انتعمقنا في ذاكرتنا قليلا نجد أن ليو كان يعتمد كليا سابقا على اللاعب داني ألفش في اللعب وتجد ليو متواجد في أوقات كثيرة جدا في المباراة بالقرب من الجهة اليمنى التي كان يشغلها البرازيلي داني ألفش تحول ميسي كليا إلى الجهة اليسرى مع جوردي ألبا تجد روبرتو أحيانا يتلذث بالحركة بالكرة كثيرا ولديه قدرة ممتازة على الاحتفاظ بالكرة وهذا على عكس جوردي ألبا تجد في كل فترات المباراة تجد حركة ليو ميسي ناحية اللاعب جوردي ألبا محاولا خلق فرص سانح للتسجيل برشلونة واعتماده كل على أطراف الملعب سيرجي وفيدال ألبا وإنيستا مع تأخر أحد لاعبي خط الوسط ومساندته لللاعب ليونيل ميسي الراعي الرسمي لهجمات النادي برشلونة في الأولى الأخيرة تجد التحرك الطبيعي بين جوردي ألبا وإنيستا مساندا لهما ليونيل ميسي تجد أيضا في الاتجاه الآخر أن ليو ميسي هو أيضا هو المحرك الأول الهجمات نادي برشلونة في الجهة اليمنى أي أن كل شاردة وواردة في نادي برشلونة لا بد أن تمر من تحت أقدام ليونيل ميسي هناك شيء ممتاز جدا يحسب للمدرب إرنستو فالفيردي وهو عملية الضغط العالي جدا على حامل الكرة رأينا نادي فالنسيا في معظم فترات المباراة حينما يمتلك الكرة تجد أن لاعبي برشلونة يتجمعون ثلاثة لاعبين حول لاعب واحد لاغتناص هذه الكرة عملية الضغط العالي من وسط الملعب تجنب الفرق دائما ظهور الدفاع بمستوى سيء وتجد دوما الفرق التي تطبق ذلك تلامس الامتياز في خط الدفاع وهذا ما وضح جليا في الفترة السابقة في نادي برشلونة نادي فالنسيا في معظم فترات الشوط الأول كان يريد فقط إخراج الكرة من مناطقه حتى في استخلاصه لبعض الكرات لم يترجمها لفرص ولعب مباراة الأمس بدفاع متأخر جدا خوفا من تمريرات لاعبي برشلونة خلف دفاعاتهم اللاعب إيفان راكيتش في أول 30 دقيقة كان أفضل لاعبي برشلونة للخصائص الدفاعية الممتازة التي أوكلت ليه ونفذها بامتياز في خواتيم الشوط الأول فالنسيا تحرك وأصبح يهاجم بالمرتدات كما عاهدناه بخروج خمسة لاعبين من مناطقهم وتجد مساندة ممتازة من خط وسط الملعب لإحراج نادي برشلونة شوط أول ممتاز جدا للبارسة من حيث الاستحواذ وخلق الفرص وتحكمه في رتم اللقاء مع أفضلية التمركز الممتاز لفالنسيا البارسة حاول بكل الطرق يكبر الخفافيش على ارتكاب الأخطاء لكن لاعبي فالنسيا كانوا على قدر التحدي هدف برشلونة الأول كان من تحرك ممتاز جدا من ليونيل ميسي في عمق دفاعات الخفافيش مهديا البستوليرو تمريرا من ذهب ليقتنس الأوروغوياني هدفا أول لنادي برشلونة اللاعب صامويل أمتيتي تحدثت عنه سابقا لكن لدي نقطة مهمة جدا تواجده على الجهة اليسرى في قلب دفاع نادي برشلونة بجوار اللاعب جوردي ألبا هو أكبر دليل على أفضليته على بيكي للمجهود الذي يبذله جوردي ألبا هجوميا دائما في كل مباريات البارسة لكن أمتيتي دائما ما تجده يقطي المساحة التي يتركها جوردي ألبا في حالة ذهابيه دائما صامويل أمتيتي ما يكون حاضرا بشراسة وواقعية ودقة منقطعة النظير لا يدخل نفسه في خيار التجذب للمرور أو التمرير يفعل الأنسب دوما وهذا ما يميزه على كل مدافعي العالم حاليا تبديلات إرنستو فالفيردي في الدقيقة 57 بدخول كوتينو مديلا لأليكس فيدال كوتينو قدم مباراة ممتازة جدا على كل مستويات ويجب أن يتم يقحامه شيئا فشيئا لتخفيف الضغط ولتقديم مستويات جيدة مع النادي الكتالوني تبديل آخر لفالفيردي عند دقيقة 68 بدخول باولينو وخروج إيفان راكيتيتش الذي قدم مباراة بدنية من الدرجة الأولى ودخول باولينو في نفس مركزه بتقييده جوار سيرجي على عكس استخدامات باولينو في سابق المباريات لأن فالفيردي أصبح يعتمد على لعبي ارتكاز مع خيار المساندة لأحدهما للهجوم عند الاستحواذ كانت المباراة بشكل عام مباراة جيدة جدا وممتازة جدا من حيث الخطط والاستحواذ والحركة للاعبي نادي برشلونة وكانت جيدة جدا لمعظم لاعبي برشلونة أبرزهم اللاعب سامويل أمتيتي في هذه الفترة التي يقدم فيها مستويات ممتازة جدا كانت كفيلة بأن يكون دفاع برشلونة دفاع قوي جدا دفاع ممتاز جدا لجودة هذا اللاعب الذي يقدم مستويات ممتازة وتقطية المساحة التي قد يخلفها اللاعب جوردي ألبا لمساندة الجهة الهجومية لا أنسى اللاعب جاسبر سليسين الحارس الهولندي الذي أنقذ برشلونة من هدف محقق جدا بالرقم من مشاركاته المحدودة مع النادي الكتالوني إلا أن كل ما احتاجه النادي الكتالوني وجده حاضرا في هذه المباراة نادي فالنسيا أتى لملعب الكامبنو للخروج بأقل الخسائر وهذا هو الذي خرج به من هذه المباراة على ملعب نادي فالنسيا سيكون هناك شيء آخر لنادي فالنسيا بالتأكيد النادي سيقدم كل ما لديه للعبور للنهاية كاس مليك إسباني على حساب النادي الكتالوني إلا هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة لا تنسوا بمشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم كان معكم في هذه الحلقة محمد الوسيلة إلى اللقاء